هم في معتقلات الحكومة السورية في معتقلات هم لا يستطيعون الخروج أكثر من بيتهم أو وزارتهم برفقة أجهزة برفقة السلطات الأمنية وما إلى هناك يتمنى الكل أنه لو يستطيع الانشقاق وأنا كنت بينهم وأعرف هذا الكلام وبعضهم يتحدث بهذا الكلام علنا وبدون خوف لكن ما باليد حيلة كيف ينشقون كيف يخرجون من هذا السجن الكبير كما أكد سليمان الحاج أن أجهزة الأمن السورية تتحمل المسؤولية الكاملة عن قتل المتظاهرين إن المسؤولية المباشرة بالدرجة الأولى هي في أجهزة الأمن هناك ثلاثة أجهزة أمن تقوم بقتل الناس جهاز الاستخبارات العسكرية ما يسمى بشعبة الاستخبارات وهناك إدارة المخابرات العامة بفروعها وهناك إدارة المخابرات الجوية هم يقومون بقتل الناس بدون أي وازع من ضمير أو أخلاق أو أي قيمة إنسانية طبعا يقومون بقتل الناس بالمجان هكذا في الشوارع في الشباب المتظاهر لا يخفى عليكم أن الشباب زحف أول مرة إلى ساحة العباسيين